من الأشكال لتكوين حركة أو أنيميشن يليها تفصيل للموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نلاحظ وجود مجموعة من الأعضاء المرتبة في الكاست هذه الأعضاء تأخذ ترتيب عرض معين أو تأخذ صورة تسلسلية لحركة صاروخ حول كرة عند سحب مجموعة من الصور ووضعها على المباين الزمني يمكن ضغط مفتاح Alt وذلك بغرض وضعها مرتبة على المباين الزمني في صورة تسلسلية على الفريمز أيضا كما يمكن بعد تحددها في الكاست أن نختار كاستو طايم من قائمة موديفاي يمكن تحددها على المباين الزمني ثم ضغط قائمة Insert فيلم لوب وذلك لإنشاء فيلم حلقي بغرض تركيبه بدل من السبرايت على المباين الزمني وذلك عن طريق ضغط مفتاح Switch Member هناك حكمة من تركيب الفيلم الحلقي بدلا من مجموعة الصور عند الرغبة مثلا في مد الخلايا على المباين الزمني مع استمرار الحفاظ على نفس الحركة أو حتى عند الوقوف على فريم واحد واستمرار الرغبة في الحصول على نفس الحركة وذلك بعمل جوزة فريم في Channel Script ثم إيقاف الهد على نفس الشاشة وظل الهد يعمل قبل قبل أن نبدأ درس المهارات البينية الخاصة لابد أن نتعرف على مجموعة من المصطلحات الكي فريم الكي فريم هو نقطة يحدث عندها تغير أو هو لحظة يحدث عندها تغير نقطة بداية الاسبرايت نقطة نهاية الاسبرايت يمكن إنشاء الكي فريم وذلك بتحريك الاسبرايت في لحظة أو من قائمة Insert كي فريم ويقصد بها إدخال كي فريم في هذه اللحظة عمل الحركة يأتي بتحريك سبرايت في لحظة معينة على أن تكون لها فريم بداية وفريم نهاية وبالتالي تحدث الحركة دروس المهارات البينية أو الدرس درس الحركة بين نقطتين وفي هذه الحالة علينا أن نقوم بتحريك شيء من نقطة إلى نقطة أخرى على شاشة العرض وينزل على عدد فريم محدد ويسمى التوين على البوزيشن أو الدرس البيني على الحركة تاني درس بيني وهو البينية على الصيز نقوم بتقليل مساحة الأوبشيكت عند نقطة النهاية أو عند كيف الفريم النهاية ليصبح أقل في الصيز عند عمل تظهر عملية التحريك إلى الحجم الصغير يمكن عمل دمج بين الدرس البيني الأول والدرس البيني الثاني كما هو واضح في المثال يتم تصغير حجم الشيء كما يتم تحريك الشيء الدرس البيني الثالث التوين على البلند أو التوين على درجة الشفافية وهو ما يوحي أحيانا بالفيد أو بالظهور التدريجي نقوم بوضع سبريت عند نقطة البداية يكون البلند سفر من خلال بروبرتين سبيكتور نقوم بضبط القيمة وعند نقطة النهاية يكون البلند مية عند عمر تظهر الصورة تدريجيا كما نرى الدرس البيني الرابع البينيات على اللون اللون ينقسم إلى لون فورجراوند ولون باكجراوند لون مقدمة ولون خلفية عند تغيير لون المقدمة في بداية الأوبجيكت أو حتى عند نهاية الأوبجيكت يظهر يظهر الأوبجيكت كما نرى في تدريج لوني واضح الدرس البيني التالي التوين على الدارون أو الروتيت والسكيو يمكن تدوير الأوبجيكت عند نقطة معينة أو عند فريم معين كما يمكن عمل انحراف زاوي لأجزاء الأوبجيكت فيبدو كما نرى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر